اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يخاطبني مع كل ما تمتاز به حضرتكم من ملكة وفطنة وذكاء من عادة انني لا اقرأ ما يكتب لي في الرسائل او في التعليقات من مديح مهدح نفسه كذامها لكن الكلام هذا صاحب التعليق يفرع عليه يفرع على هذا الكلام لهذا سبب قرأته مع كل ما تمتاز به حضرتكم من ملكة وفطنة وذكاء كيف وصلت لقناعتي ان الله سبحانه وتعالى يمكن ان يوجد هذه البلبلة هذا التعليق كان اردا على حديثي وانا اتحدث عن بيعة الغدير وعن ان الامامة هو اصل الاصول في الدين الى غير ذلك كيف وصلت لقناعتي ان الله سبحانه وتعالى يمكن ان يوجد هذه البلبلة وما حاجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الى الموقع الذي تضعون فيه عليا رضي الله عنه في حال اتمام وختام الرسالات من السماء بالاسلام والقرآن كنهج حياة وانماط عيش انكم في هذا الحال تضعون الخالق في حالة من البلبلة بما ان صفاته الكمال المطلق ولا يمكن ان يجعل الفكرة منقوصة انا اتفق مع هذا الاخ الفاضل اذا كان الواقع كما يقول انه افترض واقعا معينا اذا كان الواقع كما يقول فانني اتفق معه تمام الاتفاق مع الاخ السني الفاضل الذي علق بهذه الكلمات اقرأ اقرأ كلامه مرة اخرى عليكم كي تتضح الصورة يخاطبني كيف وصلت لقناعة ان الله سبحانه وتعالى يمكن ان يوجد هذه البلبلة وما حاجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الى الموقع الذي تضعون فيه عليا رضي الله عنه في حال اتمام وختام الرسالات من السماء بالاسلام والقرآن كنهج حياة وانماط عيش انكم في هذا الحال تضعون الخالق في حالة من البلبلة بما ان صفاته الكمال المطلق ولا يمكن ان يجعل الفكرة منقوصة فالدين كامل ولا نقص فيه هذا هو الذي يريد ان يقوله صاحب التعليق فما الحاجة الى امام معصوم الى وصي معصوم بعد النبي ومن ان النبي قد جاءنا بفكرة كاملة بدين كامل لا نقص فيه فمثل ما قلت قبل قليل اذا كان الواقع هو هذا كما يتصوره صاحب التعليق فانني اتفق معه بدرجة مئة بالمئة لكن الواقع ليس هكذا لن اعود الى كتب التعريخ لان ما ذكره المؤرخون يمكن ان نشكك فيه ولن اعود الى الاحاديث والروايات لا في كتب السنة ولا في كتب الشيح فهناك احتمال التضعيف واحتمال التشكيك قائم لذا ساعود الى الى المصحف الشريف ساعود الى القرآن واقول لهذا الاخ الفاضل والذي كان منصفا في طرحه وكلامه اقول له استمر على انصافك واستمع لشيء مما جاء في القرآن القرآن في سورة المائدة في الآية الثالثة بعد البسملة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لن اتحدث عن ولاية علي ولا عن بيعة الغدير فهذه الآية بحسب ما يقوله السنيون تتحدث عن كمال الدين وعن كمال الاسلام انها الفكرة الكاملة التي يتحدث عنها صاحب التعليق الذي قرأته عليكم قبل قليل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الدين كامل الاسلام مرضي وهكذا تم هذا الامر قبل ان يرحل رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الدنيا اذا كان الامر هكذا لماذا اراد النبي ان يكتب الكتاب العاصم وهذا امر السنة يعرفونه والشيعة يعرفونه ولا مجال لانكاره هذا امر معروف النبي اراد ان يكتب الكتاب العاصمة لهذه الامة اذا كان الاسلام كاملا وكان الدين تاما لماذا اراد اراد النبي ان يكتب الكتاب العاصم السؤال هل كتبه لهذه الامة الجواب كلا لماذا لان الصحابة منعوه وعلى رأسهم عمار ولذا طرده رزية الخميس النبي حين اراد ان يكتب الكتاب العاصم هذا يعني ان الدين ليس كاملا ان الاسلام ليس كاملا وانما يكتمل بما يفعله الرسول فهذه الآية تتحدث عن اكتمال يتحقق بما يفعله الرسول لو كان الدين كاملا لماذا اراد النبي ان يكتب الكتاب العاصم للامة وهكذا قال للصحابة من انه سيكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده ابدا لن يضلوا بعد هذا الكتاب لو انهم تمسكوا به حينما رفض الكتاب فان ابواب الضلال قد فتحت فأين الفكرة الكاملة لو كانت الفكرة كاملة لما فتحت ابواب الضلال لو كانت الفكرة كاملة لما اراد النبي الاعظم ان يكتب الكتاب العاصم لهذه الامة الخائنة هذه امة دينها ناقص امة خائنة وعلى رأس الخوانة قبار صحابة كيف تفهمون رزية الخميس في اي زاوية توضع كن منصفا كن منصفا كن منصفا يا ايها السني يا من تسمع حديثي هذا ان كنت سنية كن منصفا فاين تضعون رزية الخميس انني افسر الايات بحسب تفسيركم وانا فان الاية في دين العترة تتحدث عن بيعة الغدير وهذه الاية في دين العترة نزلت مباشرة بعد ان تحققت بيعة الغدير وهذا موجود ايضا في كتبكم لكنني من البداية قلت لن اتناول الاحاديث السنية ولا الاحاديث الشيعية لمجال ان يطعن فيها ان يشكك فيها اوردت ذكر رزية الخميس لان السنة يقولون بها ولان الشيعة يقولون بها وهو امر معروف لا حاجة للبحث في اثبات صحة هذه الواقعة هذه واقعة صحيحة بدرجة مئة بالمئة اذا كانت الفكرة كاملة كما يقول صاحب التعليق اذا لماذا الحاجة الى الاجتهاد في الجو السني والاجتهاد في الجو السني يدخل فيه القياس والاستحسان قائمة طويلة من العبث الشخصي من قبل الفقهاء بدين الله لماذا الحاجة الى الاجتهاد الاجتهاد عبارة عن مجموعة ظنون والقرآن والقرآن يرفض الاجتهاد لا تقول لي من ان الاحاديث السنية نقلت الاجتهاد عن رسول الله من انه قال من ان المجتهد اذا اصاب له اجران واذا اخطأ فله اجر هذه احاديث سنية من البداية اتفقنا لن نعود الى الاحاديث السنية ولن نعود الى الاحاديث الشيعية ما الحاجة الى الاجتهاد الاجتهاد عملية ظنية يصيب المجتهد فيها ويخطأ حتى في حال الاصابة هو لا يعلم انه اصاب ليس متأكدا ما يقولونه من انه اذا اصاب اذا اصاب بحسب الله في علم الله اما هو لا يدري فهل هذا هو الدين الخاتم الخاتم هو خاتم الاديان وخاتم الاديان فهل هذا الدين الخاتم الخاتم ينتهي مآله الى الظنون فلماذا انزله الله ولماذا قال هنا اليوم اكملت لكم دينكم هل اكمال الدين بالظنون الاجتهاد امر ظني وماذا نقرأ عن الظنون في كتاب الله في الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة من سورة يونس وما يتبع اكثرهم الا ظن اكثر اكثر المسلمين يتبعون الظنون يتبعون سقيفة بني ساعد والشيعة بعد ذلك تبعوهم على المذهب الطوسي وما يتبع اكثرهم الا ظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا هذه الآية تبطل باب الاجتهاد من اوله الى اخره بكل تفاصيل وما يتبع اكثرهم الا ظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا وماذا نقرأ ايضا في سورة النجم في الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربيهم الهدى ولكنهم تركوه ماذا ترك السنة تركوا منهج العترة هذا هو الهدى وذهبوا وراء الاجتهادات والظنون وهذا هو الواقع الموجود على الارض فكيف تقول يا ايها السني المنصف من ان الفكرة كاملة وليست منقوصة اذا لماذا الاجتهاد ولماذا الظنون لان السنة ترك الهدى انهي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربيهم الهدى وفي سورة النجم نفسها في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا الدين الذي اكمله الله دين العلم ما هو بدين الاجتهاد لان الاجتهاد ظنون ظنون وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا ولذا فان الله يبعث الانبياء لان الانبياء علماء ولا يتكلمون الا عن علم وحينما يؤسسون دينهم يؤسسون دينهم على العلم فحينما ينتهي عمر النبي لابد من وصي كي تستمر مسيرة الدين العلمية وإلا فإن الأمر سيعود إلى الصحابة البدو الصحابة الأعراب كي يعبثوا بالدين وقد عبثوا به إنها الظنون كمال الدين الذي تحدثت الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة عنه هو كماله ببيعة الغدير لأن بيعة الغدير استمرار للمسيرة الدينية العلمية استمرار لمسيرة الدين وفقا للعلم أعلمكم علي أقضاكم علي هذه كلمات النبي وهذه الكلمات موجودة في كتب السنة وموجودة في كتب الشيعة صحيح أن علماء السنة يضعفون هذه الأحاديث لكنها حقيقة موجودة برغم آنافهم وبرغم آنافنا أيضا علي حقيقة وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا هذه هي الطامة التي وقع فيها مراجع المذهب الطوسي فذهبوا في الاتجاه البعيد عن العترة الطاهرة المجتهدون إن كانوا من السنة أم كانوا من الشيعة يعبثون بدين الله يعبثون بدين الله إذا ذهبنا إلى إلى سورة هود وإلى ما جاء في قصة النبي نوح فإن الأمر الإلهي ورد إليه بحسب الآية الأربعين بعد البسملة من سورة هود حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل هكذا ورد النص من الله إلى النبي نوع أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول القول سبق بخصوص زوجة نوح لأنها كانت خائنة خانت زوجها خانت نبي الله والقرآن حدثنا عن هذا إنها جهنمية من أهل النار وماذا بعد ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين في سياق الآيات نفسها من سورة هود قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم والذين رحموا هم الذين صعدوا في السفينة وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وبعد وبعد أن انتهى ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ما هو وعد الله وأهلك إلا من سبق عليه القول هذا اجتهاد من قبل النبي نوح أخذ النص وطبقه على ابنه الذي غرق إنه يطالب الله أن يعيد له ابنه لأنه فهم النص هكذا فما بالكم بمجتهدي السنة والشيعة يخرجون لنا الأحكام والفتاوى من دون نصوص من دون نصوص هذا شيخ المرسلين نوح نبي من أولي العزم وهو شيخ المرسلين وعاش زمانا طويلا طويلا جدا فعنده من التجارب في معرفة الناس عنده الكثير والكثير ومع ذلك أخطأ في اجتهاده وهو اجتهاد في فهم النص فما بانكم بهؤلاء الذين يقولون نحن الصحابة نحن التابعون نحن الفقهاء نحن العلماء ويأتوننا بأشياء ليس فيها من ناص ونادى نحن ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم لأنه طبق النص على ابنه فلابد أن يكون ناجيا لكن الواقع ماذا يقول إن ابنه كان من المغرقين لماذا لماذا لم يفكر نحن النبي بأن ابنه يستحق الغرق فإن الله قد فعل به هذا وإن الله يفي بوعده لو كان ابن نوح جزعا من الوعد لوفى الله به هل يمكن أن الله لا يفي بوعده لكنه لأنه اجتهد ذهب في الطريق الخاطئ قال يا نوح إنه ليس من أهلك اجتهادك باطل هذا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم هذا اجتهاد منك هذه ظنون فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين أنت جاهل إذا بقيت مستمرا في عملية الاجتهاد هذا لأن الاجتهاد جهل لأن الاجتهاد غباء لأن الاجتهاد سفاهة ولذا يستغفر منها النبي نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحم ني أكون من الخاسرين إنه يتوب من الاجتهاد لأن الاجتهاد معصية الاجتهاد الاجتهاد مضحكة الشيطان على علماء السنة وعلماء الشيعة هذا منطق القرآن والآيات التي مرت التي رفضت الظنون بكل أشكالها تدفعنا إلى العلم وهذا العلم بعد رسول الله يأتينا من المعصومين وقد يقول قائل في زمان الغيبة ماذا نصنع في زمان الغيبة فإن العلم موجود في قرآنهم صلوات الله عليهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وهناك الفقهاء المفهمون هم وعدونا بذلك لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الشيعي الأعلى إلى المرجع الشيعي الأسفل الرواية طويلة رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب هذا هو التفهيم لأن المؤمن هذا مفهم وهذا المؤمن المفهم يقيض لهذا المؤمن المخلص الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه هذا ما هو كلامي هذا كلام العترة الطاهرة أقول هذا ليس لك أيها السني أخاطب الشيعة الذين يتابعون برنامجي الآيات واضحة في أن الله سبحانه وتعالى لم يرضى لم يرضى باجتهاد نبي من أنبيائه فما بالكم بعهمة الناس بحنيفة أو بالخوئي مثلا هذا نبي من أولي العزم رفض الله بشدة اجتهاده قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين الاجتهاد جهل يا نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين نوح اعتمد على نص قطعي إنه كلام الله الله هو الذي قال له وأهلك إلا من سبق عليه القول هذا نص قطعي وهو يعرف ابنه لكن معرفة نوح كانت معرفة رجالية مسخرة هؤلاء علمه الرجال نوح النبي وبكل ذلك العلم وبكل تلك التجربة الطويلة في الحياة هو لا يعرف ابنه هؤلاء الرجاليون من السنة أو من الشيعة مسخرة 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 شيطانية بتمام المعنى كيف يعرفون حقائق الرجال الذين عاشوا قبلهم بقرون وقرون أي دين هذا دين المسخرة هذا الدين الذي يعتمد على الاجتهاد وعلى علم الرجال وسائر الترهات الأخرى في سورة النساء ماذا نقرأ في الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به الآية تتحدث عن الصحابة وهذا الأمر يجري على طول الخط في حياة الأمة إلى زماننا هذا وما بعد زماننا هذا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هناك جهة تستطيع أن تستنبط الحقائق كما هي هذه الجهة هي هي التي ذكرت في الآية التاسعة والخمسين بعد البسملة من السورة نفسها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لا تضحكوا على أنفسكم كي تفسروا أولي الأمر بالحكام الذين يحكمونكم الآية واضحة الآية جعلت أولي الأمر في مستوى الرسول وفي مستوى الله الطاعة هي هي لا تضحكوا على أنفسكم هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يستنبطوا الحقائق وإذا أردتم أن تنكروا ذلك فماذا تفعلون مع ما جاء في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران وهذه الآية تسقط ما تحدث به صاحب التعليق عن الفكرة الكاملة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله بحسب القراءة السنية هل هذه فكرة كاملة يرسل لنا كتابا لا يعلمه إلا هو فماذا نصنع به الراسخون في العلم لا يعلمون به بحسب الآية بحسب القراءة السنية وما يعلم تأويله إلا الله وهنا وقفة بحسب القراءة السنية والراسخون في العلم هذه ألواو استعنافية هذه جملة جديدة والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا آمنا به من دون علمه هذا هو التسليم بحسب القراءة السنية بحسب قراءة العترة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وقفة ثم نبدأ بجملة لها بداية مقدرة يمكنكم أن تعودوا إلى برامج السابقة كي تطلعوا على التفاصيل البلاغية والإعرابية لهذه الآية بحسب القراءة السنية وبحسب القراءة التي يعرفها علماء الشيعة وبحسب قراءة العترة الطاهرة لأن قراءة علماء الشيعة تختلف أيضاً عن قراءة العترة الطاهرة من جهة البلاغة والإعراب فبحسب القراءة السنية وما يعلم تأويله إلا الله إنه أرسل إلينا كتاباً فيه محكم ومتشابه والمتشابه يمكن أن يستغل لأضلال الأمة أما الراسخون في العلم هم لا يعرفون تأويل القرآن وإنما يسلمون بالقرآن والراسخون في العلم يقولون آمنا به من دون معرفة بالتأويل كل من عند ربنا دين ناقص هذا أو لا بحسب هذه القراءة أين تضعون هذه الحقائق النبي أين موقعه هل هو من الراسخين في العلم النبي كان يعرف القرآن لا بد أن يعرف القرآن ماذا نقرأ في سورة النحل في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة وأنزلنا إليك الذكرى يا رسول الله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إذن النبي يعرف القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم أين ذكره في تلك الآية وما يعلم تأويله إلا الله وقفة والراسقون في العلم يقولون إلى آخر ما جاء في الآية أين محمد إذا كان محمد صلى الله عليه وآله يعرف القرآن إذن أين هو في تلك الآية إذا كان موجودا في تلك الآية فهذا يعني أن القراءة السنية خاطئة لأنه يعلم القرآن والذين معه يعلمون القرآن كعلمه هو فمن هم هؤلاء الصحابة الذين ما كانوا يعرفون أهكام الصلاة من أمثال عمر هذا أمر معروف في كتب السنة والشيعة هذه الحقائق موجودة في كتب السنة والشيعة على حد سواء وكذلك نقرأ في الآية الرابعة والستين بعد البسملة من سورة النحل وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ في سورة نفسها في الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هل بيّن لنا رسول الله كل شيء في أي مكان في أي مكان القرآن يتحدث عن نفسه وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ إذا كان النبي قد بيّن كل شيء إذن ما الداعي إلى الاشتهاد وما الداعي إلى القياس والاستحسان وما الداعي إلى المصالح المرسلة إلى غير ذلك من بدعي الدين السني ما الداعي إلى كل ذلك أين تبيان النبي لكل شيء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ هَلْ يُعْقَلُوا أن الله يقول هذا ويأتي النبي كي يجيز الاشتهاد للصحابة ويقول بأن المجتهد إذا أصابه وهو لا يدري أصابه أم أنه لم يصب إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر إذن ماذا نفعل بالقرآن الذي فيه تبيان لكل شيء وهو تبيان صحيح قطعا لأنه جاء من الله ما معنى الاشتهاد إذن هل الفكرة كاملة الفكرة منقوصة لكنها في طريق التكامل لا بد من وصي بعد محمد كي تكتمل المسيرة محمد هو الذي يفسر القرآن بحسب القرآن نفسه وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ لا بد أن يكون من بعده من هو في نفس مستواه وهذا هو الذي ذكر في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمراء إنها آية المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ هذا هو الذي يأتي من بعده كي يُكمل تبيان القرآن لكل شيء لأن النبي لم يكن قد قام بهذا لو كان النبي قد قام بهذا لماذا لم يبين لنا رسول الله طريقة الحكم ونظام الحكم لماذا ترك للصحابة كي يعبثوا بالأمة النبي قطعاً بيّن ذلك بيّن ذلك في بيعة الغدير لكنني لا أريد أن أحتج بها لأنني أريد أن أكون منصفاً مع هذا المعلق السني أريد أن أتحدث بمنطقه فعلي الذي هو نفس محمد هو هذا الذي يستطيع أن يُكمل تبيان القرآن فلذا نزل في بيعة الغدير اليوم أكملت لكم دينكم هذا إكمال بالقوة إذا كنا نتحدث عن النصوص وعن التفسير فهناك المفسر القادر على التفسير هذا لم يكن إكمالاً بالفعل كان إكمالاً بالفعل بنفس الإمام بنفس الوصي لكن من جهة النصوص والبيان والتفسير إنه إكمال بالقوة فحينما نحتاج إلى شيء فإن الإمام يبينه وهذا هو الذي نعتقده في دين العترة من أن ضرورة وجود الإمام المعصوم في الأمة كي إذا ما زاد المؤمنون شيئاً ردهم وإذا ما نقصوا شيئاً أكملهم وأتمهم بالضبط هو هذا اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ما زاد المؤمنون شيئاً ردهم وإذا ما نقصوا شيئاً أكملهم وأتمهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أما البلبلة التي تتحدث عنها من أنني أو من أن الشيعة أوقع الله في بلبلة مفترضة كما تقول البلبلة التي قام بها عمر بن الخطاب في رزية الخميس البلبلة البلبلة التي قام بها أبو بكر وعمر في سقيفة بني ساعدة البلبلة حينما هجموا على دار فاطمة البلبلة البلبلة حينما ترك أبو بكر الشورى التي يدعونها في سقيفة بني ساعدة ونصب عمر بن الخطاب تنصيبا هم لم يقبلوا من رسول الله أن نصب عليا وأعطوا لأبي بكر الحق أن ينصب عمر البلبلة صنعها عمر في الشورى العمرية الغريبة الغريبة التي لا هي بشورى ولا هم يعزنون البلبلة التي قام بها عثمان حينما سلط ذلك النجس مروان بن الحكم لأنه صهره سلطه على الأمة وفعل ما فعل مروان هذا الذي طرده رسول الله من المدينة أعاده عثمان وسلط بني أمية الأنجاس على هذه الأمة إلى أن قتله الناس وتركوا جثته في المزبلة البلبلة التي صنعتها عائشة حينما خالفت أمر الله في أن تبقى مستقرة في دارها وخالفت أمر رسول الله الذي حذرها تحذيرا شديدا من أن تنبحها كلاب الحوآب في طريق البصرة ونبحتها كلاب الحوآب وذهبت إلى البصرة وبسببها قتل الآلاف والآلاف والآلاف تلك بلبلة عائشة وتلك بلبلة عثمان وتلك بلبلة عمار وتلك بلبلة السقيفة بني ساعد والبلبلة والبلبلة الأولى بلبلة رزية الخميس أهانوا رسول الله وسبوا رسول الله إن الرجل ليهجر وطردهم رسول الله تلك هي البلبلة إن كنت منصفا فأدرك نفسك أدرك نفسك البلبلة ليست في الحقائق التي طرحتها وبينتها هذا الموضوع موضوع مفصل بإمكانك أن تعود إلى الحلقات من مجموعة حلقات صولة القمر إلى الحلقات المختصة بمناقشة ما جاء من الأكاذيب والإفتراءات في صحيح البخاري عد إلى تلك الحلقات كي تطلع على الحقائق الواضحة نذهب إلى فاصل